هنا في شوارع لغويرية في محافظة الزرقاء حفريات ملأت شوارعها شوارع مدمرة وتحويلات بين التحويلة والأخرى يشك الأهالي من قضية أصبحت شغلهم الشاغل والتي تكمن في هدم وحفر الشوارع لصيانة خطوط المياه حيث تبقى الحفريات كما هي على هذا الحال لعدة أشهر دون طمر أو ترميم ما يسبب مشكلة أخرى لأهالي هذه الأحياء حفريات تسببت بدمار اقتصادي للأهالي فتواجد المواطنين في كراجات السيارات والصيانة أصبح بشكل يومي جراء حفريات تتسبب بأعطال متعددة للأهالي أو الزوار بحسب وصفهم الحفريات والله هنا دمار كل يوم بقع صيارة بحفرة عندنا هنا شارع البناء أدمين قاعد يقع ينكسر روح على الشركة وروح يركضوا اتراب عمينة حفريات ذبحي تندبح الأهالي والسكان توافدوا لعدسة اليرموك لتفجير غضبهم محتجين لما آلت إليه أوضاع المدينة من حفر ودمار للشوارع والأرصفة وآثارها المترتبة عليهم رئيس البلدية أكد هذه المشكلة وعزاها لعدة أسباب مشيرا إلى أن أعمال الصيانة وطمر الحفريات ستنتهي خلال الأيام المقبلة القادمة الحفريات التي تم طمرها والانتهاء منها تبقى بهذه الصورة حيث ترمم بالرمال من غير تعبيد ولم تعد صالحة لسير السيارات حفريات ملأت شوارع وأرصفة لغويرية ومناشدات الأهالي والسكان لم تجد آذانا صاغية بانتظار مسؤول ينظر إليهم بعين الأمانة والمسؤولية محمد الخوالدة قناة اليرموك الزرقاء